مين فينا بيحب ربنا؟ ايه دعاء هو؟ ايه السؤال ده؟ اكيد كلنا هو فيه حد مش بيحب ربنا؟ زي ما بيقولوا كده لكل قول حقيقة الحب مش كلام الحب ليه أمرات ليه علامات ايه علامات حبك لله؟ ده اللي هنعرفه مع ضفنا الشيخ أحمد علوان من عمال أظهر الشريف أهلا بكشف يا مرحبا يا سيد عبدالله طبعا اكيد كلنا بنحب ربنا اكيد يعني ونتمنى ان ربنا يكون بين حبنا طيب انا لما اقول انا بحب ربنا ايه حقيقة الكلام اللي انا بقوله ده؟ ايه دليلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم كل حاجة بتحتاج أمارة يعني ما ينفعش الواحد بالبؤ كده وخلاص يعني الواحد لو بيحب زوجته حيترجم حبه لزوجته الحاجة يعني يجيب لها هدية يقولها كلام حلوي يساعدها يبين لها فعلا انه بيحبه او الولد اللي بيحب بنته او الشاب اللي مرتبط بفتاة بيترجم حبه لها او العلاقة اللي ما بينهم الى حاجات واقعية وحاجات عملية انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى ما هي امارات حبك لله عز وجل؟ بتحب ربنا اه طيب ايه اللي يزبط انك بتحب ربنا؟ ما هو انت الفجر بيأزن انت وتقومش تصلي الظهور بيأزن انت وتقومش تصلي وتقول انا بحب ربنا؟ لا في خلل هنا اول حاجة لو انت فعلا بتحب ربنا تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع منهجه اللهم سبحانه وتعالى قال كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يبقى اول حاجة انت بتحب ربنا طيب انت متابع النبي عليه الصلاة والسلام بتعمل اللي النبي عليه الصلاة والسلام العليه وبتنتهي على اللي النبي عصام نهى عنه ولا لا مور ربنا سبحانه وتعالى بيقولي وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ده اختبار قوي جدا لمن للناس اللي بتقول أنا علي بالقرآن الكريم ومليش دعوة بالسنة نبوي واصل السنة فيها ضعيف وفيها موضوع وفيها مطروك وفيها منكر وفيها شاذ وفيها مش عارف ايه ويعب بايا تحقق وده كلام انا معرفش صحيته ايه وفي ناس نقلت وفي ناس ما نقلت تشوف ناس ما يشكوك فيها لا ربنا سبحانه وتعالى قال ان نحن نزلنا الذكرى وان لولا حافظون حافظ القرآن وحافظ السنة لان الصحابة نقلوا السنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الامام الحسن البصري يقولي زعم ناس حب النبي فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يبقى انت فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت تسير على منهج النبي عليه الصلاة والسلام السنة انت بتحافظ عليها ولا لا لان في ناس برضو يعني حتى وان حافظ على الفرائض ويمكن يكون شايف نفسه ان هو يعني اللي هنا واللي هناك واللي مقطع السمكة وده لا يعمل الفرائض اه وتلاقيه ما بيقديش الفرائض حتى فوقته ربنا سبحانه وتعالى وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الظهر بيأذن الساعة كام 12 العشر ممكن لو تسأليه وما يعرفش يبقى مش مرتبط بالصلاة لان المؤمن معلق بالمساجد معلق مساجد يعني حتى هو بينتظر الاذان او لما الاذان يأذن يقول اه الساعة دلوقتي 12 العشر ليه ده اذان الظهر هو متعلق العصر كام 3 ونص الاذان دلوقتي اذن وعارف انه اذان العصر اه الساعة 3 ونص دلوقتي ليه لان ده اذان العصر هو معلق ومتعلق بالاذان فادي حاجة مهمة اوي انك طالما انت متعلق ومرتبط بعبادة ربنا سبحانه وتعالى وبالسنة يعني ما يجيش مثلا واحد محافظ على الفرائض ما بيصليش نوافل خالص ده في خلل برضو في حبك لربنا سبحانه وتعالى لان ربنا هو الذي قال وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ أُلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه حَتَّى أُحِبَّه يعني انت برضو مطالب انك بجوار الفرائض تأدي نوافل لان النوافل دي هي اللي حتجبر لك وتسدلك الخلل اللي حصل في الفرائض سواء كان في صيام يعني اللي صام رمضان ربنا كرم وعد رمضان على خير النبي على الصام قال لنا نصوم الستة من شوال ومن كرم ربنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى بنا ان ما تاخدش الستة على بعض احنا منصوم رمضان تلاتين يوم طب انت الستة من شوال ممكن تصوم يوم ويوم ممكن تصوم اثنين وخميس ممكن تاخد لك يوم في الاسبوع على قد ما تيضر المهم ان ما يطلعش شوال ويخلص شوال غير انت صايم الستة دي نافلة وهو الصيام توقف بكده لا انت ممكن تصوم اثنين وخميس ممكن تصوم عشورة ممكن تصوم يوم عرفة ممكن تصوم عشر وامز الحج وهكذا يبقى انت تحاول انك تكثر من النوافل علشان النوافل دي بتجبر الخلل اللي حصل في الفرائض برقم واحد حبك لربنا او علامة حبك لربنا انك تحب النبي وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله كلين كنتم تحبون الله واللي يقول بقى انا هتتبع القرآن الكريم وما ليش دعوة بالسنة وليه دعوة نقول له لا انت كده بتغلط نفسك وانت كده لا تفقه عن القرآن شيئا ليه لان القرآن نفسه قال وما اتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانته القرآن قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بانه لازم ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام انا مرة من المرات طيب اغطب الجمعة في مكان راقي وبعدين جالي واحد بعد صلاة الجمعة بقول لي انا ما ليش دعوة بالسنة وفعلا واحد اتكلم معا كده وكان يعني محموق كده فقولت له طيب ديئة واحدة بس حالة قلت صلاة معنا الجمعة قال لي اه قلت له اعطيني تفاصيل الجمعة من القرآن الكريم بوهت فجوان نجنونه كده واحدة بتنرفز واحدة ومسا يبنه ماشي انت جيت الجمعة طيب الجمعة هاتلي دليل وعلى احكام الجمعة من القرآن الكريم انت جيت احكام الجمعة منين من السنة النبوية احنا هنصلي ازاي نحج ازاي نتعبد ازاي هل هذا موجود في القرآن مش موجود موجود فين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا يعني الكرآن والسنة بيكملوا بعض القرآن والسنة يعني زي ما بقولوا كده حتى العلماء القرآن احوجوا الى السنة من احتياد السنة للقرآن كما قال الاوزاع لا يعني السنة بتفسر شقاء بتفسر لا يتخلوش عن بعض ليه لأننا عندنا القرآن في حاجات مجملة يأتي القرآن يفصله السنة تفصله في حاجات عامة فأتي القرآن يوضحه تمام ولزاك ربنا يقول للنبي وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليه يعني من الذي يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أقدرش أننا نستغنى عن السنة أو عن صحيح السنة النبوية برقم واحد حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام دايد اللي نحن نحب ربنا واحد اتنين حسن الظن بالله بتحسن الظن بالله آه يبقى أنت كده بتحب ربنا سبحانه وتعالى ليه ما يجيش واحد يقول مثلا هو ربنا عمل معاك كده إبقى ربنا مش رايد للخير أو ربنا مش بيحبني لا إنت ينبغي عليك في كل ما يفعله الله عز وجل بك أن تحسن الظن به وحسن الظن يا أستاذ دعاء يقتضي أمرين مهمين أول حاجة لازم تعرف أنك مهما تعبدت لله ومهما فعلت من العبادات والتكاليف والأوامر مش هتخلش بجنة بعملك ده برحمة ربنا سبحانه وتعالى النبي عصان قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعملك قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته في الحل الأبن عيم سيدنا عباس بن عبد المطالب يقول كنت جارا لعمر بن الخطاب وما رأيت أحدا أفضل منه ليله صلاة ونهاره صيام وفي حاجات الناس شوف الوصف ده سيدنا عباس بيقول كان عمر يصلي بالليل وبالنهار يصوم وكان بيقضي حاجات الناس لأنه طمهم فلما مات كنت أدعو الله أن يرينيه في النوم بعد ما مات سيدنا عمر سيدنا عباس كان يدعى ربنا أن يشوف عمر في منام يتطمن عليه وقال فرأيته في المنام ماذا فعل الله بك يا عمر قال كاد عرشي يهوي لولا أني وجدت ربا رحيما الله وده مين وده سيدنا عمر الرحمة يعني برحمة ربنا فليش وحد يقول لك أنا بصلي لأنا بعمل ويقعد يزكي مهما أعمل فلا تزكوا أنفسكم مهما فعلت النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفرت له ذنوبه التي تقدمت وتأخرت وييجي سيدنا بلالي يخش عليه ويصلي ويبكي يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفل أكون عبدا شكورا ده أنا أشكر ربنا على ده أشكر ربنا على الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهول فحسن الظن قلنا يقتضي أمرين اثنين الأمر الأول إنك مهما فعلت أوي عم تفكر إنك هتخش الجنة بعملك برحمته واحد اثنين ستدخل الجنة برحمة الله لكنك تأخذ مكانك في الجنة بعملك ترجمة نانسي قنقر